اشتركوا في القناة تقبلوا تحياتي مشاهدين العزاءنا عيسى غماري وتحيات المشرف على البرنامج رضا شنوف وتحيات جميع الاسراء التقنية لهذا البرنامج مشاهدين الافاضل هذا البرنامج في عدده الاول سنخصصه للحديث عن الازمة السورية حيث استضافت مدينة لوزان السويسرية اليوم السبت اجتماعا لوزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية جون كيري وروسيا سيرجي لفروف وصفه الكثير من المراقبين بانه اجتماع الفرصة الاخيرة لنزع فتيل الازمة بين البلدين وذلك بعد انهيار اتفاق وقف اطلاق النار والتفاهمات بين القوتين العظميين حول الازمة السورية في غضون ذلك يبدو ان الحرب النووية قد بدأت بالفعل بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية على محطات التلفزة ووسائل الاعلام الروسية التي تريد ان تكرس انطباعا مفاده ان المواجهة النووية مع العدو التقليدي قد باتت وشيك قبل ان نبدأ في النقاش مشاهدين الافاضل ادعوكم لمتابعة هذا التقرير للزميل المبارك دفا اهلا بكم من جديد مشاهدين الافاضل لملاقشة الموضوع يسعدني ان نستضيف هنا في الاستوديو الدكتور نور الدين بكيس المحلل السياسي لقناة شرق نيوز اهلا بك كما يسعدني ايضا نستضيف الاستاذ عدنان بوش المعارض السوري المقيم بالجزائر اهلا بك سيدي شكرا يسعدني ايضا نستضيف عبر الهاتف من دمشق السورية الاستاذ خلدون قسام نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق في مجلس الشعب السوري اهلا بك سيدي مشاهدين الاعزاء فاصل قصير ونبدأ بعده في النقاش فابقوا معنا ماذا بدأت معك دكتور نور الدين بكيس برأيك هل هي مصادفة ان يعقد الرئيس الامريكي باراك اوباما اجتماعا مع منسقي السياسة الخارجية الولايات المتحدة الامريكية اجتماعا مع هؤلاء ساعات فقط قبل اجتماع الوزانة السويسرية الذي العقد اليوم يعني صباح الخير استاذ عيسى اعتقد انه ليست مصادفة وكأنه الازمة السورية تقول لنا ان المجتمع الدولي في مفترق طرق الان الازمة السورية اصبحت قلبا اصبحت محطة لصناع ربما نظام عالمي جديد لذلك الكثير من القوى تتصارع على الارض السورية من اجل تغيير معادلات السلطة والموازنة لا اقول في سوريا فقط لكن في العالم ككل لكن الادارة الامريكية اعتقد انها ليست لها خيارات كبيرة الان خاصة في ضل الانتقال ضل الانتخاب هي ادارة مغادرة بعض بضعة اسابيع فقط تكون هناك الانتخابات وبالتالي اعتقد انه هي مجرد مناورات سياسية ربما لمساعدة الحملة الانتخابية لكلينتون اكتر منه شيء اخر لا شيء يستطيع تغيير المعادلة لذلك كل الاطراف الان وكأنه امريكا توجه رسالة تقول للاطراف المتحالفة معها افهموا جيدا ان لم تقبلوا بخيارات الان حاليا فسوف تتعطى الخيارات الى بضعة اشهر وبالتالي بدأت اشهر كتير جدا في الازمة السورية قد تتمخض عنها نتائج وواقع جديد في ضل استفحال الازمة بهذا الشكل يعني الكبير جدا لذلك اعتقد ان الامور متداخلة الازمة معقدة ليست هناك حلول سهلة الحلول تقتضي قدر كبير من التنازلات قد تكون لبعض الدول تلك التنازلات جد مؤلمة نعم هذا الاجتماع اجتماع اوباما مع منسقية السياسة الخارجية قبل انعقادة كنا نسمع بانه سيبحث الخيارات العسكرية منها تزود المعارضة السورية باسلحة متطورة منها الاستعداد لضرب مواقع للجيش السوري وغيرها من الخيارات ولكن لا شيء من كل هذا تحقق بعد نهاية الاجتماع دعنا نكون صراحة حزب الحرب في الولايات المتحدة الامريكية وحزب الجمهوري ليس الحزب الديمقراطي والحزب المجموين نرى لماذا افضل الآن افضل الى انتاج ترامب الذي ربما يتعرض لكل انواع الانتقادات وليس الا تاجر يبحث عن تغيير الاتفاقيات الدولية كأنه له اتجاه بزنس او تجاري فقط لذلك امريكا ليست بتلك القوة والقدرة على الدخول في مواجهات عسكرية سقف انا اقولها صراحة سقف الصراع في سوريا محدود لا يمكن ان يتجاوز سقف محدد ولا يمكن اطلاقا ان نرى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا لان كل طرف يعلم تبعاتك المواجهة لكن المعركة تدار بالوكالة خاصة من جانب الامريكي على مستوى الحلفاء وحتى في هذا الباب الحلفاء ليسوا على اتجاه واحد وتوافق بل حتى استراتيجية الحلفاء الولايات المتحدة الامريكا متصارعة متناقضة وبالتالي لذلك هذا ما عقد الازمة السورية عندما انتقلت الازمة السورية الى عسكرة الطوراء انتقلنا الى التدخل الاجنبي والتدخل الاجنبي اليوم لن يخرج لن يتم الاتفاق بهذه البساطة وهذه السلاسة سوف تكون له تبعات والكل ينتظر ما يحدث على ارض الميدان نعم سور عبدالله بوش هل حقيقة سيمنع هذا اللقاء لقاء لوزان السويسرية اليوم حربا نووية بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية ام هكذا يراد لنا ان نفهم بان هذا اللقاء هو اخر فرصة لنزع فتيل الازمة بين البلدين القوتين العظميين المتحكمتين في مفاصل هذه الازمة اولا شكرا الى قناة الشروق ومرحبا لضيوفك ولمستمعين ومشاهدي القناة اولا كلمة الفرصة الاخيرة سمعناها وضاعت فرص اخيرة كثيرة ولم نجد حل الشعب السوري يسمع جعجعة ولا يرى طحنا يلاحظ على العشرات من الاجتماعات والتجمعات واجتماعات مجلس امن وغيرها وغيرها دون ان يرى حلا حقيقيا لازمته ومأساته اجتماع لوزان هو جاء لتخفيف التوتر بين الروس والامريكان يلاحظ ان التوتر بالحقيقة هو توتر اعلامي وليس توتر حقيقي ولا يمكن ان يكون صدام بين الروس والامريكان كما تمنى رأس النظام بشار الاسد او كما قال في مقابلة الاخيرة مع القناة الروسية بان الحرب روسية امريكية يعني لا افهم انا رئيس كيف يقول ان الحرب في ارضه وبلده روسية امريكية وانت ماذا تفعل انت الحكم بهذه الحرب ام تصفق للفائز ام متفرج ام ماذا انت رئيس بلد تقول الحرب على ارض سورية روسية امريكية بل يعني وكأنه خارج التاريخ الحرب هي حقيقة بين شعب مظلوم ونظام ظالم لا شك ان كثير من الدول تدخلت واصبحت المعضلة السورية معضلة معقدة نتيجة هذه التداخلات ولكن للعلم ان الامريكان لا ينوى ابدا عمل شيء ملفت للنظر بحيث ان الادارة الامريكية كما قال الدكتور بكيس قبل قليل بقى يالها ثلاثة او اربع سابيع للرحيل لا يمكن لاوباما ان يعمل شيء عملي ولكن ازمة اوباما انه يصرح احيانا ويتكلم عن خيارات وهمية وكأنها حالة تضغط على الروس كما يحاول الروس عملية تضغط باستدعاء البوارج وبالحديث عن اسلحة استراتيجية نووية لا اعرف انهم سيستعملوها ضد اسرائيل يوما ما باعتبار من يحمونهم هو تسمى دولة الممانع والمقاومة ام يتجرأ الروس استعمالها ضد الغرب او ضد امريكا هذا نعرفه كله مستحيل يعني وانما كل العملية هو احتلال روسي وانشاء قواعد روسية على بقايا نظام متهالك اعطاهم كل شيء باعهم كل شيء سلمهم كل شيء من اجل تمديد فترة الكرسي ولا اعتقد بقاؤه لان الشعب الصامد الذي بقي ست سنوات يقاوم والذي اضطر هذا النظام لاستدعاء الروس واستدعاء قطعان الميليشيات بعشرات ومئات الالاف من العراق ومن افغانستان ومن باكستان ومن ايران وقطعان حسن نصر الله وغيرهم بالاضافة للطيران الروسي بالاضافة للضخ الايراني الغير مسبوق وبتدخل كبار قيادة الحرس الثوري الذين يتساقطون بشكل يومي على الارض السورية كما يتساقط زعامة حزب الله وكما يتساقط ايضا قادة النظام المجرمين كل هذا الوضع يبدو لم يراه بشار الاسد وانما رأى ان هناك صراع روسي امريكي لن يكن ولن يكن ولن يكن صراع روسي امريكي نعم أستاذ عنام بوش ما رأيك الآن أن نأخذ وجهة نظر الأستاذ خلدون قسام ضيفنا من دمشق نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق في مجلس الشعب السوري سيدي ضيفي هنا يقول يعني بأنه أين هو النظام السوري من هذه المعادلة عندما يعني يصرح الرئيس السوري بأن الأزمة هنا بين أو الحرب بين النظامين السوري أو الروسي والأمريكي أين هو النظام السوري من كل هذا نعم أستاذ خلدون قسام نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق في مجلس الشعب السوري معنا عبر الهاتف من دمشق نعم يبدو أن ضيفنا من دمشق أو أننا لم نتمكن من الاتصال بضيفنا من دمشق لا بأس ربما سنحاول الاتصال به في بحر هذا البرنامج الدكتور نوردين بكيس المتابع لوسائل الإعلام الروسية المختلفة سواء السمعية المرئية وحفتة الصحفة المكتوبة يعني يظن بأن الحرب النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة باريك ما هو الهدف من هذه التعبئة التي تشنها وسائل الإعلام الروسية لتعبئة الرأي العام الروسي والعالمي تحتاج روسيا إلى حملات دعائية قوية من أجل كسب مساندة الرأي العام الروسي في خطواتها لأنه ببساطة روسيا كانت محاصرة في أوروبا وتتعرض إلى حزمة كبيرة من العقوبات التي تخنق الاقتصاد الروسي وتخنق حياة المواطن الروسي وبالتالي كانت مضطرة إلى استغلال الأحداث في سوريا من أجل التموقع من جديد لفك الحصار هذا الاستنزاف الحاصل اليوم لروسيا في سوريا هو استنزاف سوف تكون تكلفة باهضة على الاقتصاد الذي يتعطى الاقتصاد المتعطر وبالتالي يجب أن تحتاج أن تدعو المواطن الروسي من أجل مساندة بتحمل تبعات وتكلفة تلك الأعباء لأنه لا يجب أن ننخذع روسيا دولة ضعيفة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية لكن تملك قوة عسكرية لا تضاهي قوة الولايات المتحدة الأمريكية لكن تملك قوة تستطيع أن تناور من خلال تلك القوة إذا أحسنت استعمالها بطريقة أو بأخرى أن تجد لها مكانا في اتخاذ القرار الدولي وأن تفتحها عن نفسها وهذا هو الحاصل وهذا ما تستدفع إذا خيرت روسيا بين أن لا تتدخل في سوريا وأن يفك عنها الخناق بالضرورة سوف تقبل بأن لا تتدخل في أي نزاع ويسمح لها بأن يكون لها دور ريادي في هذا العالم لكن الأمر ليس بها البساطة الولايات المتحدة الأمريكية تريد محافظة على هيمانتها وبالتالي تسعى بكل جهدها لكي تضعف كل أطراف الناشية بما فيها الصين لذلك رأينا أن الصين تتجه اتجاه آخر وهو الضغط عن طريق الجانب النفوذ الاقتصادي وهي تنتشر وتتوسع مقاة بروسيا لذلك الوضع في سوريا محقد جدا حتى بالنسبة لروسيا ولا يمكن أن تستمر الأوضاع على هذا الحال لأنه معركة استنزاف للجميع ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي تدير صراع من الخلف تديره عن طريق الحلفاء وحتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يحتاجون إلى إعادة مراجعة لأن أجداتهم تتصادم ولا تتقاطع بالضرورة لذلك دعت دعية للاتفاق إلى اجتماع الوظان دعية السعودية وتركيا ودعية قطر لأنها لها يد على الجماعات المسلحة ولها سلطة وقدرة على التأثير في الصراع لم يعد الآن بإمكان للولايات المتحدة الأمريكية لوحدها ولا روسيا لوحدها أن تملك القرار النهائي والقرار الخاص في المشهد السوري هناك الكثير من اللاعبين وحتى أن هناك صراعات تنائية لكي تستطيع أن تحل النزاع في سوريا يجب أن تحل الإشكال بين السعودية وإيران وهذا أمر مستعصي إذا كان الاتفاق بين روسيا اتفاق النسبي لهش الذي تم بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يحتاج إلى أربع أشهر من المفاوضات فكم سيحتاج للاتفاق بين إيران وبين السعودية روسيا لا تحسد على ما هي عليه صحيح أنها حققت نتائج كبيرة عسكريين في سوريا على ظهر الشعب السوري لكنها تريد الآن أن تقول أريد منكم أن تعطوني سياسين ما حققته عسكريين لأنها بدلت التكلفة وبدلت الجهد المبدول وهي مستعدة لمضاعفة الجهد وكل قرارات الأخيرة تدعو إلى ذلك لكن لن يكون هناك صدام مباشر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وسوف تبقى اللعبة ربما تسبب مزيد من الضمار للمجتمع السوري لكن نقولها أن هناك محطة لتغيير موازيل قوى دوليين في منطقة الشرق العوسط نعم وسعد ننبوش ولكن العديد أو فئة عريضة من الشعب السوري تقول بأنه لن تصل سوريا إلى ما وصلت إليه من الضمار ولن يصل الشعب السوري إلى ما وصل إليه من معاناة حتى أن مثل هذه الاجتماعات اجتماع لوزان الذي عقد اليوم وحتى اجتماعات جونيف المختلفة بجولتها المختلفة يعني لم تعد تغير شيئا من واقع الشعب السوري صحيح أخي عيسى يعني الشعب السوري لم يعد لديه ما يخسره وكل هذه الاجتماعات بالنسبة إليه لا حدث لأنه مل من هذه الاجتماعات ومل من هذه الوعود دون أن تقدم أي شيء ملموس على الأرض هي اجتماعات حوارات الطرشان كل طرف يأتي بأجندته يأتي بموقفه يأتي بخلفيته التي لا يتزحزح عنها وبالتالي لا يوجد تنازلات متبادلة من جميع الأطراف لهذا لا نأمل أبدا من هذه الاجتماعات نحن نلاحظ أن هذه الاجتماعات تعمل لإدارة الأزمة وليس لحلها وتعمل لعمليات تسكين وأحيانا تحويل الأزمة من أزمة سياسية أزمة ثورة شعب ضد نظام ظالم إلى أزمة إنسانية نحتاج إلى دواء ونحتاج إلى غذاء ويتم الحوار في أغلب اللقاءات عن قوافل المساعدة دون أن تغوص في عمق الأزمة السورية الأساسية وهي أزمة ثورة شعب ضد نظام فتح حدود هذا البلد لكل الأطراف تتقاتل فيه تنازل عن سيادة هذا البلد لقوة عظمى مثل روسيا لأخذ قرارات سياسية وعسكرية بدلا عنه ترك الساحة لإيران لتستدعي وتدخل منتشاء من الميليشيات الشيعية المتطرفة تحولت شوارع دمشق إلى نوع من المظاهرات ونوع من ما يسمى الحسينيات المتحركة لاستفزاز الشارع الدمشقي لاستفزاز عاصمة الدولة الأموية بشتم رموزها هذا كله يقع أمام وبنظر النظام وبنظر رئيس النظام وهو لا يستطيع أن يحرك شيئا لأن الأمور خرجت من يديه الأمور سلمت للقوة التي تعده باستمرار جلوسه على الكرسي فقط لم يعد يهمه لا تدمير الشعب السوري ولا هجرة الملايين ولا مقتل الملايين ولا تدمير ثاني مدينة بل أكبر مدينة صناعية وتجارية وتاريخية في سوريا هي مدينة حلب تدمر وتباد بشكل نهائي بطريقة مجنونة بطريقة غير أخلاقية بطريقة غير إنسانية لاحظ الصور كيف هي مأساوية كيف هي مؤلمة وهو يخرج على القنوات الفضائية وكأن شيئا لم يكن يتكلم عن أشياء خارج الإطار هو خارج التاريخ ونظامه مع الأسف باع البلد سلم البلد لم يبقى له أي دور لهذا تبقى اللعبة بين الدول الكبرى وبين الدول الكريمية نعم سيدنا بش ولكن البعض أيضا يقول بأن حتى المعارضة السورية لم تقدم شيئا للشعب السوري وحتى أن دورها يعني أفل في الله الشهر الأخيرة وحتى السنتين الأخيرتين يا أخي المعارضة السورية هي معارضة مجموعات وأشخاص برزت بعد الثورة أنت تعرف والكل يعرف أن سوريا كانت تعيش تصحر سياسي لا يمكن لأي شخص أن يقول أنا معارض ولا يختفي أو يغادر كما غادرنا وهجرنا من بلادنا وكما هجر المئات والآلاف من المعارضين وكما مات الآلاف منهم في أقبية السجون المعارضة لم تكن موجودة المعارضة نشأت بعد هذا الحراك الثوري السلمي ولكن مع الأسف أن عسكرة الثورة والتي كان سببها النظام والذي سعى إليها بخلق داعش وإطلاق المتطرفين الموجودين كانوا في سجن صيدنايا وفي سجن المزة وفي السجون الأخرى والذين كانوا في المعسكرات يهيئهم للعب لعبته مع الأمريكان للمساومة تلك المجموعات المسلحة القادمة من كل مكان وهو كان يحميها ويوفر لها المعسكرات أطلق يدها فبالتالي تحولت الحالة السورية من حالة صراع سياسي إلى حالة صراع أسكري إذن المعارضة لم يكن بيدها شيئا وعندما يقدم الفتاة للمعارضة من قبل بعض الدول تتهم المعارضة بأنها معارضة فنادخ خمسينجوم ومعارضة عميلة وإلى آخره ماذا تستطيع أن تقدم المعارضة؟ النظام إيران فتحت له ميزانيته ميزانية النظام انتهت حتى الفائض النقدي الموجود في النظام حتى الذهب باعوا البنك المركزي كله في سوريا إيران وضعت ميزانيته تحت تصرفها الروس يقدمون الأسلحة بلا حساب هذا النظام مدعوم من قوة فعلا فاعلة لها مصالح فيه أما المعارضة تدعم بالقطارة وتدعم بمواقف فقط جعلها واقفة نعم ماذا حلفاء المعارضة؟ حلفاء المعارضة مع الأسف يعني هم حلفاء بالكلام حلفاء بالوعود وليسوا حلفاء حقيقيين لو كانوا حلفاء المعارضة كحلفاء النظام لن هزم هذا النظام لو قدم فقط للنظام بعض الأسلحة عفوا للمعارضة بعض الأسلحة النوعية التي تستطيع أن تحيد الطيران فقط لأن النظام وكل أتباعه هزمه على الأرض ونحن نعرف أن النظام لا يستطيع أن يتمكن من أي أرض يدخلها إلا بعد محاولات تدمير ومحاولات أرض محروقة من قبل الطيران ومع ذلك عندما تدخل قواته البرية تهزم والآن لا يوجد نظام الذين يقاتلون على الأرض هي الميليشيات الشيعية المتطرفة القادمة والتي عددها حوالي صار 270 ألف من هؤلاء القطعان الذين أصلا جاءوا كمرتزقة البي بي سي عملت مقابلة في وسط إيران وفي وسط سوريا وقال المتطوعون القادمون تحت اسم فاطميون أننا نأخذ 500 دولار وأننا وعدنا أن نعطى أوراق ونعطى إقامة في إيران إذن النظام يستعمل للمرتزقة ضد شعبه وهذه حاجة خطيرة حاجة لم تحدث بالتاريخ هؤلاء ليسوا حلفاء بالحقيقة هم مرتزقة يقاتلون من أجل المال يقاتلون من أجل غسل دماغ طائفي يقاتلون لثارات الحسين وزينب الثارات المجورة التي ليس لها أصول تاريخية أصلا نحاول الاتصال مرة أخرى بضيفنا من دمشق خلدون قسام نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق في مجلس الشعب السوري سيدي أتمنى أن تكون معي الآن نعم يبدو أننا لم نتمكن من الاتصال بضيفنا من دمشق خلدون قسام نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السابق مشاهدين الأفاضل لبأس سنأخذ فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال ما تبقى من عمل هذا البرنامج فابقوا معنا دكتور نور الدين بكيس يعني عندما يدور الحديث في وسائل الإعلام المتلفة سواء الأمريكية أو الروسية أو حتى العربية منها عن احتمال نشوب حرب أو مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا هذه البعض ربما يغفل بأن روسيا نشرت مؤخرا في قاعدة طرطوس أنظمة دفاع جوي متطورة هناك منظمة دفاع الجوي الـ 300 أو 400 في كل من طرطوس وحميميم هل باعتقادك أنه من الممكن أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى حلفاء المعارضة السورية على توغل عسكري بوجود يعني بوجود هذين النظامين المتطورين الروسيين في سوريا وأيضا تصريحات الروسية التي قالت بأن أي اعتداء على قوات النظام السوري هو اعتداء على قوات روسيا في سوريا لا أعتقد ذلك لأنه أعتقد جازيما أنه سقف السراع في سوريا محدود مسبقا هناك سقف لا يمكن تجازوه في السراع في سوريا هل وصل إلى أقصاد دكتور مردين بكتور؟ ربما في أوجي الاشتباك نحن الآن في أوجي الاشتباك في سوريا وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتناوز تتنازل لسوريا أو لروسيا على مواقع معدة لكن يجب أن تأخذ قبل ذلك جزء من الضمانات المشكلة الأساسية المطروحة للولايات المتحدة الأمريكية ليس لدى الإدارة الأمريكية بقدر ما هو على مستوى الحلفاء لذلك تم ترويد تم ترك السعودية تدخل المستنقع اليمني كي تتعلم من الأحداث جيدة لأن الولايات المتحدة لك في بداية العمر لم ترضى بالاعتداء السعودي على اليمن لكنها هي في ثقافتها أحيانا تحتاج إلى أن يأتي الحلفاء راضونة بمواقفها ولا ترضى ولا تحبد أن تفرض المواقف الآن السعودية تضررت الحل الوحيد الآن أعتقد أنه في سوريا هو يأتي عن طريق ضعف أو تعب الأطراف المختلفة من النزاع الآن السعودية متضررة بشكل كبير كقطر كذلك ونفس الشيء بالنسبة لتركيا خاصة بعد محاولة الإنقلاب التي سُردت بقوة من طرف عدة ضوار كانت تعتبرهم أصدقاء لها وبالتالي المعادلة بدأت تتغير على مستوى الأطراف التي تحرك وتغضي السرع هناك تراجع خاصة على مستوى السعودية لأن السعودية ربما تلقت ضربة موجعة جدا روسيا تعلم ذلك جيدا والولايات المتحدة تعلم ذلك جيدا وهذا الاجتماع في الوزن هو اجتماع تنائي لماذا تنائي؟ لأنه يراد أن يستمع لكل طرف ثم وكأنه يتم تحضير الأطراف النفسية لتقديم تنازلات لأننا سوف ندخل في واقع جديد معركة حلب أصبعت ربما معركة من الماضي إذا استمرت الأوضاع على هذا النسق ربما بعد شهر فقط يمكن جدا أن تستولي حلف نظام بشار الأسد أن يستولي على حلب وبالتالي إذا استولي على حلب فسوف يكون بهذه الطريقة قد حسم معركة المعركة العسكرية لأن المناطق الأخرى هي جيوب معزولة يمكن محاصرتها الآن الإدارة الأمنية لا تفكر بهذا المنطق الإدارة الأمنية سوف تترك الشرق الأوسط وتترك وتحاول أن تتدخل من بعيد لأنها لها أهداف أخرى لها اختيارات أخرى والشرق الأوسط محقت جدا لذلك يجب أن نفهم أن الأزمة السورية أمدتنا بكثير من الدروس يجب أن نفهم ذلك لأنه الدولة الاستبدادية مهما كانت هي مشاريع مؤجلة لحروب أهلية رأينا ذلك في سوريا ونرى ذلك في كل الدول الاستبدادية ما الذي سمح للأوضاع عن تطور التربية هذا الشكل لو لا رفض النظام بشار الأسد لإدخال تعديلات وإصلاحات منذ الوهل الأولى لأن الناس لم يطالبوا بإسقاط نظام الأسد بقدر ما طالبوا منذ البداية الأولى بإصلاحات الآن عندما فتح المجال لتدخل أجنبي اكتشفنا اليوم في 2016 أن الدول هي مجموعة من الشركات دات أسهم وبالتالي هناك الأطراف الخارجية التي تملك حق داخل تلك الدول ولا ترضى لهذه الدول أن تتصرف كما شاء الآن نحن نعلم أن القرار السوري لا يملكه نظام بشار الأسد تملكه روسيا تملكه إيران وفي المقابل حتى لدى المعارضة نعلم جيدا أن السعودية تملك القرار وقطر تملك القرار وفي ملفات أخرى نجد الإمارات نجد أطراف أخرى يعني وكأنه النظام الدولي تغير كأن الدول الأنظمة السياسية تغيرت لم تعد بتلك الأنظمة التقليدية التي بمجرد أن يطور تطور الشعوب تسقط الأنظمة الآن المعادلة مختلفة لا تراعي ما يحدث من تكلفة والمأسات لدى الشعوب حتى وإن سقطت أنها ستعود من جديد لأن هناك مصالح كبرى أخبح العالم وكأنه يرسم على أساس مصالح ونحن نرى ذلك جليل نرى مأسات سوريين ونرى أطراف جالسة في لوزان وتتفاوض على ماذا؟ على تقسيم سوريا على توزيع السلطة في سوريا على توزيع المغانب في سوريا هذا غير معقول لكننا كشعوب يجب أن نتعامل مع الواقع الجديد الواقع الجديد يقول أنه التضحية غير كافية مهما ضح الشعب السوري وكأنه اقتنع أنه مصيره للأسف الشديد ليس بيده سعدنا مبوش برأيك هل سيدفع التصعيد الحاصل بين القوى العظمى المتحكمة في الأزمة السورية هل سيدفع هذا التصعيد إلى تسليح نوعي للمعارضة لم نعد نسمع بمطالبة المعارضة بتسليح نوعي وكأن هذا المطلب صار شيئا من الماضي هو المطلب ما زال موجود ويعني هناك كان بصيص أمل أو تفاؤل من تصريحات الإدارة الأمريكية مؤخرا بأنها ستطلق العنان أو ستسمح لوكلاءها في المنطقة لهم الأتراك والسعوديين والقطريين وغيرهم وحتى الأوروبيين الغربيين فرنسا وبريطانيا بيعطاء معارضة بعض الأسلحة النوعية ولكن مع الأسف كما قلت سابقا أن الكل يريد إدارة الأزمة ولا يريد حلها لأنه الكل يريد أن يحقق مكاسب على حساب دم الشعب السوري وشماعة الإرهاب التي رفعت ورفعها الجميع هي مجرد شماعة ليس لها أصول يعني نلاحظ أن الروس يتكلمون عن الإرهاب ويقاتلون الإرهاب وجئنا لنقاتل الإرهاب الإرهاب الحقيقي موجود عند داعش في الرقة الروس لم يضربوا داعش في الرقة ولم يضربوهم في شمال سوريا ولم يضربوهم الآن في الباب ولم يضربوهم في دير الزور ولم يضربوهم في الشداد وفي مناطق ريف الحسكة إذن الروس جاءوا ليحموا نظام بشار الأسد بعد أن استنزفوا واستولوا عليه وهم جاءوا لمصالح شخصية هذه اللعبة الروسية أزعجت الأمريكان مؤخرا الذين كانوا يحلموا بشراكة وكان شهر العسل الطويل بين كيري وليافروف هو على أساس يتم تقاسم المصالح على الأرض السورية بعد أن يفرغ النظام وتفرغ المعارضة من كل محتواها ويقع تقسيم الكعكة ولكن مثل ما قال الدكتور بكيس أن الوضع في تركيا والوضع في السعودية واليمن وتمرد السعودين وتمرد الأتراك على حليفهم الأمريكاني قد خلط الأوراق نسبيا ومن ناحية المعارضة وكذلك أن الخوف الإيرانيين من الهيمنة الروسية الكاملة وصقوط مشروعهم الشيعي الطائفي الذي كان يحلم بالهلال الشيعي والذي صرح عنه من عدة مسؤولين كبار في الإدارة الإيرانية الحالية بأن سوريا ولاية ولبنان ولاية واليمن ولايات طبعا بالإضافة للعراق ولايات إيرانية وهي تخضع للولي الفقير إذن هذا المشروع الإيراني أيضا اصطدم بالقوة الروسية وبالتدخل الروسي الذي ممكن أن يتكتك مع الإيرانيين ولكن أن لا يبني استراتيجية معهم ونلاحظ أنه يستخدمهم فقط على الأرض لتحقيق مكاسب ولكن بالأخير يستطيع أن يخرج الإيرانيين ويخرج حلفائهم من المنطقة لهذا لعبة الدول هي مع الأسف الموجودة بغياب النظام وطبعا غياب المعارضة التي بالأصل ليس لها قوة ولكن لا ننسى أن الثورة السورية وأن الشعب السوري وأن كثير من القوى التي تقاوم هي خارج المعارضة وهي خارج النظام وهي تسعى لإقامة دولة حديثة في سوريا دولة مدنية دموقراطية لكل الأطراف ولكن هذا النظام مع الأسف مصر على الحل العسكري الأمني ومصر على السير بهذا الحل إلى أن ينهي سوريا بكل مكوناتها نرد بكيس عندما تقول قبل قليل بأن الدور الأمريكي ضعيف مقارنة بالدورة الروسية في سوريا ولكن هناك تقارير أوردتها حتى وكلة الأنباء الروسية الرسمية سبوتنيك تقول بأن هناك قصفا روسيا طال مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك وإسرائيليين في سوريا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد لا عسكريا ولا حتى بتقارير مشابهة البعض يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يعني تراجعت عن عن دورها وتراجعت حتى عن ما يسمى بحافة الهاوية يعني هي لا تريد مواجهة مع روسيا روسيا تصعد والولايات المتحدة الأمريكية تتراجع إذا الوراء أمريكا جربت خيارا سابقا عندما احتلت العراق أتت بـ 226 ألف جندي أمريكي ورمت بكل التقل من أجل التحكم الكل في الشرق العوسط وإنتاج نموجج لمجتمع لدولة عربية ديمقراطية في العراق تصدر إلى البلدان الأخرى لكنها فشلت فشلا دريعا في العراق وكانت تكلفة ذلك باهضة اقتصاديا كانت تكلفة الحرف في العراق حوالي حتى كذلك في إفغانستان حوالي 2 تريليون دولار هذا رقم كبير جدا هذا يوضاهي اقتصاد الدخل القومي الكل لطوال فترة سنة في روسيا الآن عندما استيقنت أن التحكم في الشرق العوسط صعب جدا ولا يمكن بهذه البساطة فوضت ذلك إلى الموكلاء والحلفاء لأن الأمر معقد جدا الآن أمريكا تعلم بأن المجتمع الأمريكي تغير لا يقبل بفكرة بعت جنود الأمريكيين لكي يقتلوا في أي مكان من العالم وقالت ذلك كلينتون صراحة في الحملة الانتخابية قلت لست مستعدة لأن أرسل الجنود الأمريكيين ليقتلوا في أماكن أخرى وبالتالي دخلنا مرحلة جديدة الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بالدخول في نزاعات مباشرة ولا تقبل بتوظيف الجندي الأمريكي في السراعات ورأي ذلك واضحا كيف يعقل لخطاب تخومب العنصري الغير مقبول إطلاقا أن تكون له شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية ولا تزيد حجم النقاط الاختلاف بينه وبين كليتون عن 7 نقاط يعني هناك تحول كبير في المجتمع الأمريكي على الأقل هناك 13% من الجنسية من أصل العرقي للسكان الولايات المتحدة الأمريكية هم من اللاتينيين وهناك 16% من الأفارقة يعني هناك تحول داخلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يعيق استراتيجيات سابقة للولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيات لهيمنة هي تغيي سراتيجيتها لكن من اعتمدت عليهم الحلفاء من اعتمدت عليه ليسوا في المستوى من منطلق مالا أن مشارعهم متناقضة خلافا للجبهة الأخرى خلافا لروسيا متوافقة مع إيران متوافقة مع ما بقى من النظام السوري ومع حزب الله لماذا؟ لأنهم يعلمون جميعهم أنهم مستهدفين من الإدارة الأمريكية وتريد الإدارة الأمريكية أن تحطم أي إمكانية لبروز قوى جديدة تستطيع التأثير في المشهد العالمي بما فيها الصين بما فيها الهند بما فيها البرازيل ورأينا ما فعلت للبرازيل يعني هناك تغير في الفاعلين في تأثير الفاعلين على المستوى الدولي سوريا راحت ضحية هذه السرعة لم تكن مقصودة في ذاتها بقدر ما كانت منطقة أريد أن تكون لها قلب السرعة لذلك نلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى خرج المسلحين الدواعش من الموصل لإدخالهم إلى سوريا تريد إدارة السرعة وإدخال نعم برأيك من الفائز في هذه المرحلة بذاتها هل الولايات المتحدة الأمريكية أم روسيا الولايات المتحدة الأمريكية تدير السرعة من بعيد وليس لديها ما تخسره ولكن روسيا تدير السرعة من قريب وعلى مساحة جغرافية قريبة أيضا الخاسر الأكبر في تلك المعادلة والشعب السوري الأسف جديد إذا خرجنا من معادلة الشعب السوري نجد أن كل الأطراف خاسرة مهما كانت تمن سوف تخرج الولايات المتحدة الأمريكية بأقل نفوذ لأنه خسرت الكثير من النفوذها في الشيق الأوسط وسوف يمتد ذلك إلى أسيا يعني في كل حالات الخاسر للأساء ربما كل الأطراف خاسرة السعودية خرجت خاسرة قطر كذلك وكل الأطراف سوف تخرج بالضرورة خاسرة لكن الولايات المتحدة الأمريكية لها قدرة زائدة على الأطراف الأخرى تستطيع التأثير فيما بعد سوريا فيما بعد الأزمة السورية لأنها ماذا؟ هي تركز على ربما المشهد المالي تركز على السيطرة المالية لذلك قامت بقانون جاستان من أجل تجميد الأموال السعودية وهي تريد التحكم معادلة أمريكا ربما تتمثل بالدرجة في إبقاء الدولار هو العملة المقابلة لأي تجارة للبترول لأنها تعلم أنها تتحكم في التجارة العالمية لذلك تقوم بالتضييق وتقوم بمعاقبة كل من يخرج أو يشكك أو يزعزع ذلك النفوذ ماليا وهي الآن تحاصر الجميع تحاصر إيران ماليا تحاصر نظام سوريا تحاصر روسيا ماليا كل الأطراف تحاصرها ماليا لأن قدرتها الأساسية لذلك أطراف أخرى تحاول كما قلت التقليل من هذا النفوذ الكل خسر في سوريا لم يكنوا يراهنون على الحسابات لم يكنوا يظنوا أن تصل الأوضاع إلى هذا المستوى الذي هزل جميع لا يجب أن ننسى أن منذ سنوات فقط كانت الولايات المتحدة الأمريكية متربعة على عشر شرق الأوسط وتنال كل ما تستحق بدون أن تدفع العكس كل يدفع للولايات المتحدة الأمريكية واليوم مضطرة لتقديم تنازلات لأطراف أخرى ومن بين الأطراف الاتفاق النووي الاتفاق النووي لم يكن ليكون لولا أن إيران أصبحت فاعلا بغض النظر عن طريقة ذلك أصبحت فاعلا أساسيا في شرق الأوسط وله هو أدى ما يجعل للسعودية تصرخ ليلة لها نعم نعم في هذا الإطار دائما أستاذ عدنان بوش يعني ارتدادات الأزمة السورية امتدت حتى إلى العلاقات العربية العربية بين البلدان العربية بين السعودية ومصر وغيرها الموقف المصري يعني في الفترة الأخيرة ربما هناك تحول فيما يتعلق بالأزمة السورية الوضع العربي أصلا سيء يعني منذ تأسيس الجامعة العربية ولم يكن الوضع العربي مريح وإنما كان محاولة سياسة النعامة لتغطية الرأس في الرمال ودون أي حلول جذرية أو دون أي مواقف مشتركة تحفظ للشعوب العربية حقوقها وتراعي مصالح الأمة العربية كمصالح اقتصادية أو سياسية أو حتى إنسانية وأخلاقية هذا يعني التعريف العام ولكن مع الأسف يعني بعد الربيع العربي أصبح هناك تعفن في الوضع العربي نتيجة بعض دول تخاف على نفسها بعض دول أيضا حكم الجوار أيضا أصبحت غير مرتاحة من أوضاع هذا الربيع العربي بعض دول أيضا تحولت إلى ساحات قتال وساحات صراع دولية إذن كل هذا الوضع أنا بالعودة للموقف المصري الموقف المصري أصلا أو الوضع في مصر كل وضع مضطرب يعني منذ أن قام الانقلاب العسكري بقيادة السيسي على النظام المنتخب الذي لا أتفق أنا معه إيديولوجيا ولكن أتفق معه أنه نظام جاء وفق وضع ديمقراطي لأول مرة في مصر منذ سقوط الملكية أصلا في مصر لم يكن هناك وضع ديمقراطي كما الذي جاء بعد الربيع العربي وجاء بالرئيس مرسي وكرر الذي لا أتفق معه إديولوجيا ولكن هذا واقع أفرزه إذن النظام المصري يعيش في حالة اضطراب والهدف الوحيد والأساسي هو إرضاء إسرائيل ونحن نعرف أن إسرائيل لا تريد لنظام بشار الأسد أن يغادر والتصريحات الإسرائيلية المتكررة وتحليلات السياسيين الإسرائيليين المعلنة بأن هذا النظام كان حماية الإسرائيل ولابد من البقاء له لأنه لسببين أولا أن هذا النظام لم يزعجهم خلال أكثر من أربع عقود وطبعا أن يخطب أو أن يشتم أو أن يسب هذا أمر يرضيهم ويريحهم مقابل تنازل عن الجولان بشكل قطعي وأن الجولان أقر من قبل الكنيسة أرض إسرائيلية وأنه تم في كل المستوطنات وبقايا السكان السوريين سيتحولون لسكان إسرائيليين مع الوقت كما تحول سكان فلسطين المحتلة خلال العقود التي مرت من ناحية ثانية أن الإسرائيليين لا يرون بديل لهذا النظام وبالتالي أنا متأكد أن السيسي هو العميل الحقيقي لإسرائيل لا مبارك ولا سادات ولا غيره ولا غيره هذا الرجل جاء ليخدم إسرائيل وحادث الطائرة نعم هذا رأيك دكتور نوردين بكيس حتى نختم العلاقات السعودية المصرية وارتدادات الأزمة السورية على هذه العلاقة يعني يمكن أن نقول أن السعودية قررت في السابق أن لا يكون هناك صديق بقدر ما يجب أن يكون هناك حليف لم تسمح حتى للبنان الضعيف الهش بأن يكون له موقف مستقل أو أن لا يتدخل مصر تدخلت سياسيا ودعمت سياسيا التحالف لكنها واقعية لم تدعمه الآن مشكلة مصر الأساسية تعيش أزمة اقتصادية صحيحة خانقة أزمة اقتصادية مرهقة لكنها تفكر بمنطق آخر تفكر بأن عودة المسلحين في حال استثباب الأمن في سوريا ونجاح المسلحين في إسقاط نظام الأسد سوف تكون مصر بالنسبة لهم هي أرض جاذبة وبالتالي بالضرورة سوف تكون من بين أكثر الأهداف المستقبلية للجماعات المسلحة هي مصر عن طريق سناء وبالتالي تفكر بمنطق آخر أنها تحبّد أن يكون هناك أمن حتى وإن كان على حساب الأزمة الاقتصادية وهذا هو دعب روسيا التي كانت تعتقد منذ الولاة الأولى أن هؤل المسلحين سوف يتون للقوقاز لتضمير سوريا أو روسيا أو استنزافها يعني الآن كل المواقف التي تتخذها مصر سوف تكون مكلفة لأنه لا يمكن أن تتأخذ موقفا محايدا لأن كل الأطراف سوف تنقلب على مصر والآن هو كأن مصر ماذا تقدم؟ تقدم مواقف حسب ما يمكن أن يقدموا الآخرون والآن تريد التقرب من روسيا من أجل مساعدة روسية يعني برأيك هذا يبرر أن تتخلى مصر عن حليف أو النظام المصري عن حليف مهم جدا مثل السعودية مقابل علاقات وطيدة مع روسيا لكن السعوديين أنفسهم يقولون أننا ربما نمر بمرحلة قد تؤدي إلى اندطار السعودية إلى تقسيم السعودية لا يجب أن ننظر نفسه نحن في ظرف أخرى لسنا في ظرف منذ مثلا تلت سنوات منذ تلت سنوات كانت السعودية تعمر وتنهى وكانت تفرض على الجميع اتخاذ مواقف وتعاقب من تشاء لكن اليوم أموال السعودية مجمدة اليوم أسعار النفط عادت بنتائج عكسية على الاقتطاة السعودي ونرى أن هناك إجراءات تقشفية كبيرة جدا تتقد في السعودية وأصبحت معزولة من يقف مع السعودي اليوم؟ مصر تدرك ذلك جيدا وتحاول المراهنة على الطرف الأقوى الذي ممكن أن تقول إليه الأمور لذلك السعودية ليست في نفس الموضع السعودية سوف تقدم تنازلات مرغمة وكل تلك العنجهية سوف حتى اتفاق لوزان الآن اجتماع لوزان هو اجتماع للحلفاء موجه للحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لتحذيرهم للعواقب المستقبلية نعم شكرا جزيلا لك دكتور نور الدين بكيس المحلل السياسي لقناة الشرق نيوز أشكرك أنت أيضا الأستاذ عدنان بوش المعارض السوري كنت أتمنى أن ينضم إلينا الأستاذ خلدون قسام نائب رئيس لجنة العلاقة الخارجية السابق في مجلس الشعب السوري وغيابه قد أثر على سير الحوار في هذا البرنامج مشاهدين الأعزاء إذن ألقاكم بعد أسبوع بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر